جهنم الله يحبنا الله يحبك فلا يمكن أن الله يسمح في جهنم فالسؤال هل جهنم حقيقة ولا وهم جهنم جاءت في العهد الجديد 12 مرة 11 مرة منها بثم المسيح نفسه المسيح الذي ليس عنده مبالغة ولا كذب حاش مرة واحدة جاءت خارج الأنجيل الثلاثة متى ومرء سلوءة جت في يعقوب ثلاثة لما يقول عن اللسان يضرم دائرة الكون ويدرم من جهنم جهنم حقيقة بس أحب كمان أضيف حاجة تاني بالإضافة إلى كونها حقيقة أن الله لم يعمل جهنم للبشر يعني نقرأ عن النار الأبدية في متى 25 اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية لا يقول التي أعدتها لكم من قديم الزمن لأنكم مكتوب عليكم أن تروحوا جهنم وتخلدوا فيها معذبين ليلة نار ما قالش كده لكن قال إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكتي الله مش عايز الإنسان يروح جهنم طبعا مش عايزه مصراتا لا أصر به موت الشرير لا يشاء أن يهلك أناس البديل لعدم الهلاك بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يبقى إذا ما عندناش غير اختيارين يا إما التوبة يا إما الهلاك وده اللي قاله المسيح في لؤة 13 مرتين إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا يبقى إذا في جهنم يقينا في جهنم جهنم دي معمولة للبشر لا معمولة للشيطان طب الشخص اللي حيرفد التوبة حيروح جهنم الإجابة بكل يقين حيروح جهنم موسيقى